السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا وقسوتنا وقضوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع البنصارع وما زلنا على حلبة قناة إقرأ بنقلكم الحدث الكبير دوت في صراعنا وجولة جديدة بنخدها ضد الشيطان عشان نقدر ننتصر عليه ويكون كل واحد فينا هو المصارع اللي قدر بفضل الله يتغلب على الشيطان في كل الجوالات اللي هنخدها ضده ويبقى في النهاية هو المصارع اللي مشي في طريق ربنا ومشي خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونقوله ألف مليار مبروك على إنك أنت كنت المصارع جولة جديدة بيخدها الشيطان ضد بدن الإنسان بيقول فيها هزين من خلالها لكل مسلم صحبة السوق عشان كده الجولة اللي هنخدها النهاردة هي جولة صراع مع أصدقاء السوق إن احنا بنقول لكل مسلم احضر احضر من أصدقاء السوق لأنه ما ممكن يهلكوا الإنسان ويدمروا حياته ويدمروا آخرته عيازا بالله وعليك بصحبة الخير اللي نبو وصق بيها صلى الله عليه وسلم ولو قدرنا نوصل كل مسلم إنه ما يصحبش إلا أصحاب الخير ويبعد عن صحبة السوق يبقى احنا بكده انتصرنا على الشيطان في الجولة ديت بالضربة القضية بفضل الله سبحانه وتعالى وهنتفرغ علشان نخد ضده جولة جولة بعد جولة وفي النهاية يبقى احنا قدرنا ننتصر على الشيطان ونوصل لطريق الرحمن سبحانه وتعالى صراع مع أصدقاء السوق لابد من الصحبة ما حدش يقدر يعيش لوحده يا جماعة ما ينفعش إن أنا أنفرد في صومعة لوحده وعيش في جبل أو يعيش في كهف أو يعيش في صحرة وأقول أنا مستغنى عن الناس مش عايز يعيش مع حد ولا شوف حد حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ويقلف ويقلف ولا خير في من لا يقلف ولا يقلف يبقى لابد من صحبة لكن الصحبة اللي هتختارها صحبة إيه يا طرى صحبة خير يبقى أنت الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمك ووفقك دنيا وأخرة ولا صحبة سوق يبقى أنت كده ضيعت نفسك دنيا وأخرة ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين علشان كده عايز أقول إن صحبة السوق يقينة يا جماعة من خلال حياة الواحد الدعوية اللي عاشها سنوات طويلة يا ما صحبة السوق دمرت ناس كتير جدا شفت الشباب كتير جدا كان نفسهم يلتزموا كان العقبة الوحيدة اللي وقفت قدامه لما عاز يلتزم أصدقاء السوق قاعدوا يتريقوا عليه وقاعدوا يثبطوا وقاعدوا يبعدوا عن طريق الالتزام لحد ما عدت سنين وسنين وهو مش قادر يلتزم نفسه يصلي مش قادر يصلي نفسه يروح المسجد مش قادر نفسه يعبد ربنا مش قادر لإنه ولا صحبة عمانة بتجره الورا وياما ناس التزمت وقدروا يعدوا العقبة ديته بفضل من ربنا وتوفيق من ربنا ولكن بعد ما عد العقبة مقدرش يثبت رجعوه مرة تانية وانتكس بسبب صحبة السوق يبقى كان عايز يلتزم مش قادر لإن صحبة السوق بتجره أو التزم ولكن رجع بسبب الانتكاسة بسبب صحبة السوق وياما بيوتة خربت بسبب صحبة السوق الراجل كان كويس ما شاء الله من البيت للشغل ومن الشغل للبيت محافظ على زوجته محافظ على أولاده اتلم على صحبة السوق دمروه علموا طريق المخدرات والأفيون والأشياء ربنا عافينا عافيكم فاتدمرت حياته وتدمرت أسرته بسبب صحبة السوق علشان كده تيجي وصية النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ويوضح حبيبنا صلى الله عليه وسلم الفرق بين صحبة الخير وبين صحبة السوق في حديث جميل أوي في الصحيحين يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافخ الكير واحد هو بيبيع عطور ما شاء الله فلما تقعد معاه هيحصل لك حاجة من ثلاثة يا إما تجد منه ريحا طيبا يا إما هتبتع منه هتشتري منه يا إما هو هيديك عطر هدية فقال فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك عطر وإما أن تبتع منه تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ده أقل حاجة هتلاقيها من الإنسان ده هتلاقي منه ريحة طيبة كذلك صحبة الخير لن تعدم أن تجد في صاحب الخير خيرا أبدا أبدا اكيد هيصيبك من الخير اللي انت يعني معايش معا الانسان ده هتتعلم من اخلاقه من هديه من معاملاته من سلوكياته من عبادته اكيد هتستفيد من صحبة الخير والتاني بقى ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك يا اما يحرق هدومك يا اما ان تجد منه ريحا خبيثة يبقى صاحب السوق لا يمكن ان تجد منه اي شيء ينفعك لدنيا ولا اخرى عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم حذرك والصاحب السيء بيشقى بيه جليسه فعلا وهديك مثال بسيط او بس بعض ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري ان بعض المسلمين اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني خايفين من اذى المشركين فكانوا بيعملوا يا جماعة وده كل يعني عدد بسيط جدا اللي كان بيعمل كده كانوا بيخرجوا مع المشركين ضد المسلمين لكن ما كانوش بيقتلوا المسلمين هما كانوا بيخرجوا مع المشركين يكتروا عددهم يكتروا سوادهم يعني هو خارج مع المشركين ضد النبي لكنه مش بيقاتل النبي ولا بيقاتل الصحابة هو خارج بس عشان ايه يكتر العدد ايه اللي حصل بعضهم اتأتل في الغزوات ديت يا جماعة وهو مش خارج يقاتل النبي لكنه كان بيكتر سواد المشركين فلما اتأتل بعض هؤلاء الناس نزل قول الله عز وجل لان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها سبحانك يا ربي فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة مع انهم ما كانوا بيقاتلوا النبي دول كانوا بس خارجين يكتروا سواد هؤلاء الناس كأن عايز اقولك رسالة اوعد كتر سواد الناس المش كويسة اوعد تخرج وتقف معهم اوعد تلاقي شباب بالشاب الخمر وتقول انا مش هشب بس واقف معهم اوعد تقف مع شباب بيعكس بنات وتقول انا مش هعاكس بس واقف معهم اوعد تمشي مع ناس بيعملوا حاجة غلط وتقول انا مش اعمل حاجة بس انا موجود معهم ابعد ابعد عن كل هؤلاء واصحب اهل الخير عشان ربنا يكرمك اخويا وحبيبي لو تفتكر وترجع بالذاكرة كده والحديث في البخاري المسلم لعم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب عم النبي ابو طالب كانت مشكلة الوحيدة رغم ان هو كان بيحب النبي اوي والنبي كان بيحبه اوي صلى الله عليه وسلم وياه ما اجتهد عليه عشان يسلم لكن ما اسلمش حاول معهم مرة واثنين وثلاثة والف ولكنه لم يسلم وكان بيدافع عن النبي وكان بيبدل حياته كلها في دائن للنبي صلى الله عليه وسلم النبي فدل يتابع بالدعوة لحد ما وصل ان ابو طالب خلاص بيموت على فراش الموت رح له النبي لا اصدقاء السوق سبقوه لا هناك مين ابو جهل وعبد الله بن ابي عمية اتنين من صنديد الكفر والوثنية واحد قعد على يمين واحد قعد على اليساره والنبي عليه السلام بيقول لعم ابو طالب يا عم كلها اله الا الله كلمة احاج لك بها عند ربي بس يعني انت لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا عملت اي حاجة بس قول لا اله الا الله علشان اقدر حتى ان انا اشفع لك عند ربي فكان ينظر الى صاحبي عبد الله بن ابي عمية واقف جلس على يساره وابو جهل على يمينه فيقول له اترغب عن ملة عبد المطالب يا ابو طالب فيقول له لا هو على ملة عبد المطالب في اخر رمق ابو طالب قال كلمة عجيبة جدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني كريش لأقررت بها عينك والله يقول له ان انا خيب بعد اما موت يقولوا ان ابا طالب صبق ودخل في دين محمد ويعيروني بعد موتي يعني عادت الهم ان هو يتقال عليه كلمة بعد موته لأقررت بها عينك ومات ابو طالب كافرا تخيل ويجي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفعتك قال سألت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابدا الابدين كل ده ليه صحبة السوق كان في واحد تاني اسمه عقبة بن ابي ومعايت الراجل ده كان قرب يسلم على فكرة الراجل ده ازل نبي كتير جدا وعمل حاجات مع النبي مفيش حد في الدنيا تجرى ايعملها مع النبي الا عقبة بن ابي ومعايت تخيل في يوم الايام عزم النبي على الاكل فراح النبي ولقى عنده صناديد الشرك والناس الاكابر بتوع الكفر فقعد النبي معهم هو النبي ابي الليل عزم ديت رغبة في ان هو يتألف قلوبهم في وسلمه فالرجل بيقوله تفضل يا محمد كل قال لا اكل حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فرجل اكسف لان النبي كان ضيفه واما كان عندهم في الجهلية كرم الضيفة ده كان حاجة يعني من المسلمات كانت من مناخب الجميلة في اهل الجهلية الشجاعة والكرم والحادة كلها كانت موجودة عندهم ومتقصلة وجاء الاسلام فاقر تلك الاخلاق طب كل فقال له مش هاكل الا ما تشهد فقام شاهد كده من وراء قال له عشان يجامل لنا با عشان ياكل قال له طب خلاص اشهد وقال لا اله الا الله وانك رسول الله يا لتفضل كل فاكل النبي وجلس يذكرهم بالله كان صاحب عقبة بن ابي ومعايت اللي هو ابي ابن خلف ده كان الانتين بتاعه يعني كان حبيبه قوي كان مسافر فرجع فلما رجع فقال له ده عقبة صبق ودخل في دين محمد واحنا اسمع نبي اشهد فراح لعقبة قال له اصبقت يا عقبة قال لا ما صبقت قال له ما لقى قال له يعني هو كان عندي فضيف فحبيت اكريمه فقلت وخلص من نار قلبي قال له لو ما كنتش صبقت روح ازيه فراح عقبة بن ابي معايت لأ النبي واقف عند الكعبة فاخذ بتلابي به وبسق في وجه ومرة تاني رح والاب يصلي حط رجلي على مؤخرة رأس النبي وخنأ النبي حتى قال النبي كادت عيني ان تنظران من رأسي عينيك تتخرج من رأسي بسبب الضغط ديت ومرة تلتير مسال الجزور على ظهر النبي على السلام فمات يوم بدر كافرا وينزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ويلة ليتني لم اتخذ فلان خليلة لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولة احذر من صحبة السوء تعالى ننتصر على الشيطان وانصرعه ولكن بعد الفصل صلى الله على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفصل اخويا وحبيبي وزي ما ذكرتلك المغبة اللي بتحصل للانسان بسبب صحبة السوء تعالى نشوف قديه الصاحب الطيب الجميل الوفي المؤمن الطقي عمر ما فيه جريس ليه يشقى بيه ابدا سبحانك يا ربي يعني عايزة اقول لك حاجة زيارة خالص في يوم الايام بيحكي النبي على السلام كما في الصحيحين بيحكي للصحابة بيقولهم ان لله عز وجل ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوها تنادوا فيما بينكم هلوموا الى حاجاتكم خلاص احنا وجدنا ناس قاعدين في بيط ربنا بيكراء القرآن بيذكر ربنا بيعملوا اي خير يعني فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملائكة ينزلوا فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا ناس جلسين عاملين جلسة تلاوة جميلة بيتدارسوا كتاب الله عز وجل فجأة راحت ملائكة ايه حفوهم باجنحتهم الى السماء الدنيا ثم بعد ان انتهت تلك الجلسة المباركة صعدت الملائكة الى ربها جل وعلا وهو اعلم سبحانه وتعالى قال كيف وجدتم عبادي قالوا وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك فقال هل رأوني وهو اعلم سبحانه وتعالى قالوا ما رأوك قال فكيف لو رأوني قالوا كان اكثر لك تمجيدا وتحميدا وتسبيحا وتهليلا قال وما يسألوني قالوا يسألونك الجنة قال فهل رأوا الجنة قالوا لا قال فكيف لو رأوها قالوا لكانوا اشد لها طلبا واشد عليها حرصا قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فهل رأوا النار قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوها قالوا كانوا اشد منها خوفا وهربا الى غير ذلك قال اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فاذا بملك من الملائكة خد بالك من الحتة المهمة دي. ملك من الملائكة بيقول ايه? يا رب فيهم فلان ليس منهم. هو ما كانش منهم اصلا ده ما. ده يا دوب هو كان ليه عشرين جنيه عنده فلان. فين يا جماعة فلان عايز منه فلوسي. قالوا له دعت في المسجد بيقرأ كرآن. فدخل قال بس اعطله بقى كده. قال بدله في الاعداد دي الحد من اخلص. واخد منه فلوسي. هو ما كانش جاي اصلا لا الكرآن ولا الذكر. فاذا بالحق جل وعلا يقول. هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. الله. يعني هذا الرجل لمجرد جلوسه. فوسط هؤلاء الناس الافاضل شملته الرحمة. وشملته المغفرة. وفاز بمغفرة ربنا اشهدكم يا ملائكتي. اني قد غفرت لهم. مع انه اصلا ما كانش يستحق. لكن مجرد انه قعد بس معهم. حيانا وانت بتحج او بتعتمل ربنا اجمعنا اقياكم في الحج والعمرة. حيانا وانت في الطواف. تبص الانسان كده تستشعر فيه الاخلاص. وتليه عمال بيه ده. مش بقى زي الناس اللي عمالة بقى ايه. اه واحد ماس الكتاب وعمال يقرأ وعمال بجرر وورا جيش وعمال اللهم اللهم عمالين شغالين في المالحامة الكبرى دي. لا يعني واحد عمال بيدعو كده باخبات كده واخلاص وتحس كده ودموع على خدوده. وتحس كده فيه باخلاص. تحس ان الرحمة نازلة في المكان دوت. تحس ان انت هيستقرب من الراجل ده. عشان تصيبك الرحمة اللي نازلة على الانسان دوت. وتحس ان انت محتاج ان انت تمشي مع ناس بالمنظر دوت. او تقرب بالناس بالشكل ده. انا اذكر في سنة مصرين. وانا بحج. وكان في السعي كده بين الصفة والمروة. شفت رجل عجيب جدا. رجل اه هو من اه من اه اظن من بلد من بنجلديش على ما اذكر. هذا رجل كان عنده حوالي داخل على التسعين سنة. كبير جدا. وبعدين كان في في الصفة والمروة كان مسندين واتنين. ومشيين واخدينه بيجرجروا رجليه. فبسألهم اللي بيجرجروا دولة يعني ايه ناس واحد منهم مصري واحد سعودي. بقول لهم خير. قالوا لي بيحتضر. ومصر انه يكمل السعي عشان يموت هو بيسعى. حسيت ان فعلا فيه راح منازلة في المكان ده. قربت منهم. وبدأت اسأل دوت ان يسيبني اشيله شوية. ودوت يعني يقول له واحد تاني يقول له اشيل شوية. حسيت ان فيه راح منازلة في المكان ده. وما فيش راجل ماكملش شوت. وفي التاني فاضت روحه الى باريها جل وعلا. تحس ان فعلا ان فعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. شوف الصحبة الطيبة ودور عليهم ودوري على صحبة الخير وقرب منهم. علشان تشملك رحمة الناس الطيبين دولة. بالحب ان احنا نشوف في زمن طغط فيه الماديات. ناس طيبا قرب منهم ويقربوا منا. علشان ربنا يكرمنا ويبرك لنا. ونحشر يوم القيامة في ظل العرش الرحمن. تعالوا نشوف امثلة جميلة اول صحبة الخير. تعالوا نشوف المسلمين لما هاجروا من مكة المدينة وتركوا ديارهم واموالهم. وتركوا كل حاجة. فلما راحوا اصبح المهاجرين ما حلتهمش حاجة. والانصار هم اهل اهل الضيار في المدينة. فالنبي صلى الله سلم بفطنة وزكاء وحب وحلم بدأ يقرب كل واحد من التاني. بدأ يجيب كل واحد من مهاجرين ويجيب واحد من انصار ويقول انت اخو فلان. ويقربهم من بعض. فكان من ضمن الناس اللي النبي قربهم من بعض كما عند البخاري. سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن ربيع كان غني. فقال لعبد الرحمن بن عوف. قال له اني لمن اكثر الانصار مالا. فخذ هذا نصف مالي. الله اكبر. واحد بيقول له انا مليونير. فخد نص فلوسي. مش بيقول له خد الف جنيه على ما تفرج. بيقول له خد نص فلوسي. وعندي زوجتان. كانوا العرب اغير الناس على نسائهم. بيقول له عندي زوجتان فانظر فانظر اليهم. بص عليهم. تعال خش شوفهم. فايتهما تعجبك اطلقها. فان مرة عدتها تزوجتها انت. فاذا عبد الرحمن بن عوف يقول بارك الله لك في اهلك ومالك. ولكن دلني على السوق. ويروح ويبيع ويشتري وربنا يكرمه بواحد من انصار يجوزه بنته على نوات من ذهب او مثقار من ذهب. شيء عجيب جدا. ولذلك واحد مرة بيدحك معي بيقول لي يعني راحك ما يلاقيش واحد كده زي عبد الرحمن زي سعد بن ربيع يقول لك خذ هذا رصف مالي وعندي زوجتان وشافيه. قلت له لما يكون في واحد في عفة عبد الرحمن بن عوف هتلاقي واحد في كرم سعد بن ربيع. ولذلك لما دخل واحد على هارون الرشيد رحمه الله رحمة الوسعى. فبيقول له هو رجل شحاد. فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله. فقال اسأل الله ان يرزقك ربنا يسهلك. فالرجل طمع راجه كده واحمره وقال له اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافة. الصنف دوت مشي مع الصنف دوت. اخي وحبيبي مثال تاني عجيب جدا. حكيم ابن حزام رضا الله عنه وارضاه. يما مات الزبير ابن العوام راح لابنه عبد الله ابن الزبير. قال له كم على اخي من الدين. علي ديون قديه. قال عليه الف الف يعني مليون. فقال علي خمسمائة الف. علي نص مليون من ديون اخويا. شفت الصحبة. يذكر من احد الصالحين كان ماشي مع تلميزه. تلميزه ده تلميز نجيب جدا. والرجل العالم ده عالم جليل. وهم الاتنين ماشيين بيعدوا من بلد لبلد رايحين عشان يبلغوا دعوة ربنا. فجأة لقوا نفسهم بيعدوا من غابة من الغابات. فلقوا اسدين قاعدين في مكان جنب الشجرة. فالشيخ قال لي تلميزه. قال له يا ابني سبني انا اعد الاول. علشان الاسدين يهجموا علي ويكلوا فيي. وانا يا ابني كبرت في السن خلاص. انت لسه قدامك العمر طويل عشان المسلمين ينتفعوا بيك. فقال له ابدا يا شيخي لا يمكن. لو كنا هنعدي. ينعيش سوا ينموت سوا. فلما اثر كل واحد من هما الاخر. مروا هما الاتنين وهم بيذكروا ربنا قدام الاسدين. فلم يتحرك اسد واحد ومروا سالمين. شيء جميل جدا ان انت تعرف وتسألني. تقول لي طب ايه صفات الصاحب الصالح عشان اصاحبه. علشان نقدر نصارع الشيطان وعشان نقدر نتغلب اللي زين لنا كلنا. او زين لبعض المسلمين صحبة السوق. ان شاء الله هنتغلب ونصرع ونصرع النهاردة ان شاء الله ونهزمه في الجولة دي بالضربة القضية. تعالى نعرف في عجالة سريعة صفات الصاحب الصالح. اول حاجة العقل. وبش عايز اقول لي اول حاجة. هي اول حاجة الدين. بس هنالي قدمت العقل. لان الانسان العقل بيبقى مطبوع على حب مكارم الاخلاق. وعلى حب اهل الايمان. حتى لو كان هو ايمانه ضعيف. لكنه انسان عقل فبيحب اهل الدين. حاجة تانية الدين. لانك لن تعدم ان تجد فيه خيرا. على الاقل. يعني لن تعدم الا. يعني لن تعدم حتى ان انت. يعني اقل حاجة ممكن تتحصل على ان انت تكون في صحبته. كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام. ويرأني احب الله ورسوله. قال فانت مع من احببت. يقول انس فما فرحنا بشيء بعد الاسلام. مثل فرحنا باذا الحديث. لماذا يا انس قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحب ابا بكر وعمر. وارجأ ان احشر معهم. وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا ورب الكعبة. بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحب الصحابة والتابعين. وبنحب كل الصالحين. ونرجأ ان نحشر معهم. وان لم نعمل بمثل اعمالهم. رقم ثلاثة حسن المعتقد. لان مجالسة اهل البدع. بتمرد القلب يا جماعة. طب نعرف منين اهل البدع. شوف يعني القاعدة الذهبية التي اصلها الامام الاوزعي. قال من سطر علينا بدعته لم تخفى علينا الفته. يعني اللي هيقدر يخفى علينا بدعته مش هتخفى علينا الفته. هو بيصاحب مين وبيحب مين. لو بيحب اهل البدع يبه هو مبتدع زيهم. ولو بيحب اهل السنة يبه هو من اهل السنة زيهم. رقم اربعة التقوى. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. رقم خمسة الحسب. فمن طاب اصله زكي فعله. وكما قال نبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن. خيارهم في الجاهلية. خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. رقم ستة بر الوالدين. اوع اوع اخويا وحبيبي. اوع تصاحب انسان عاقل ام وابوه. لان اللي مالوش خير في ام وابوه لا يمكن هيكون ليه خير فيك ابدا. واحفظ الجملة دي من اخوك. وهتعرف ان الكلام صح. رقم سبع حصن الخلق. فحصن الخلق ذهب بكل خير. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوضح كمال الامان في قلب العبد. ترمو متل الامان. قال اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. عايز تعرف ده ايمانه عالي ولا لا شوف اخلاقه عاملة ازاي. رقم تمانية الحياء. فالحياء بتدوم مع الحياء. لما يكون انسان عنده حياء تقدر تعشره. تقدر تتعامل معها. لما يكون انسان ما عندوش حياء. خلاص. يبقى عيازا بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامان والحياء قرنا جميعا. فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. رقم تمانية او رقم تسعة التواضع. فالانسان متواضع قريب جدا من ربنا. وقريب جدا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتواضع ده فيه من صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونة. رقم عشرة علو الهمة. لان الانسان ما يكون عنده علو الهمة هيخدق دايما لفوق ومش هينزلك لتحت. اخويا وحبيبي دي كانت جولة بفضل الله انتصرنا فيها على الشيطان. وقلنا لكل مسلم احضر من صحبة السوق وعليك بصحبة الصالحين اللي هيخده بايدك. وهيخده بايدك لمرضات ربنا سبحانه وتعالى. علشان يوم الايامة تكتمع انتو الاتنين تحت ظل عرش الرحمن. علشان يوم الايامة انت تشفعل اخوك وهو يشفعلك. وانت تشفعل اختك وهي تشفعلك. والكل يشفع على بعض. ونيجي يوم الايامة اخوانا على سرر المتقابلين. نقعد في الجنة ونتذكر الايام الجميلة اللي كنا بنعين فيها بعض على قيام الليل. اللي كنا بنعين فيها بعض على صلاة الفجر. اللي كنا بنذكر فيها بعض في الصيام الاتنين والخميس والتلات ايام في الشهر العربي. اللي كنا بنروح فيها نصلي التراويح مع بعض والتهجد الأيام اللي كنا فيها بنتصابق لحفظ الكرآن وحفظ أحاديث سيد الأنام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى احرص أخوي وحبيبي على الدعوة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصحبة الطيبة اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصلاة مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارزقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة